بهي في ظهر كل ست مصرية فحص الماموجرام واحدة من كل التمن سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي فحص الماموجرام مهم لأنه بيساعد على اكتشاف التشوهات المحتملة في الثدي في وقت مبكر وده بيخلي علاجها أسهل وأسرع إيه الخطوات اللي هتحتاجي تعرفيها في فحص الماموجرام بيتم الفحص في أربع خطوات هتبدلي ملابسك وتسيبي متعلقاتك في غرفة تبديل الملابس أخصائية الأشعة هتوجهك لغرفة الفحص وتشرح لك إزاي توقفي أخصائية الأشعة هتقوم بوضع الثدي بعناية على لوحة الكشف وهتوضح لك المكان اللي تقدري تحطي فيه دراعك بشكل مريح المرحلة الأخيرة هيتم ضغط الثدي للوصول لأقل جرعة إشعاع ممكنة علشان نحصل على صورة دقيقة في المتوسط بيتم فحص الثدي لمدة دقايق قليلة في حالة عدم الاحتياج لفحصات إضافية هل فحص الماموجرام مؤلم؟ سيدات كتير بتخاف تعمل فحص الماموجرام لاعتقدهم أنه مؤلم وغير مريح لكن الحقيقة أنه دقيق سهل سريع وغير مؤلم بعد فحص الماموجرام بيتم نقل الصور لأخصائي الأشعة ولو تم اكتشاف حالة غير طبيعية هيتم توجيهك للطبيب المختص لاستكمال باقي الفحصات لاستكمالضبط